تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 451 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 213 طن من المواد الغدائية وغير الغدائية وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 36 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط قرابة 77 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 707 قضايا من بينها 102 قضية خبز ناقص الوزن و184 قضية خبز غير متابق للمواصفات فضلا عن ضبط قضيتين في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية ترجمة نانسي قنقر